بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث اليوم في موضوع جديد من موضوعات الشخصية نتحدث فيه تحديدا عن مفهوم الزات في الشخصية أو self ما يعرف بself concept ومفهوم الزات يعني الصورة التي يرى فيها الإنسان نفسه ومفهوم الزات يتكون من بعدين إثنين هما أنا هذا هو البعد الأول والبعد الثاني هو ذاتي أنا وذاتي أنا ماذا نعني بالأنا أنا تعني نظرتي لنفسي بينما ذاتي تعني نظرة الآخرين لي هذين البعدين الاثنين الذين يتكون منهما مفهوم الزات أنا وذاتي أنا مثل ما ذكرنا تعني نظرتي لنفسي وذاتي تعني نظرة الآخرين لي مثلا أقول أنا أنا أنظر لنفسي بأني شخص كريم الآخرين يرون أني أيضا كريم فهذه نظرتي لنفسي وهذا نظرة الآخرين لي أو قد أرى نفسي كريم والآخرين يروني بخيل فهذه نظرتي لنفسي وهذه نظرة الآخرين لي وهذا هو المفهوم الزات والبعدين الذين يتكون منهما مفهوم الزات درجة الاتفاق بين البعدين السابقين درجة الاتفاق بينهما تقرر نوع السلوك وتوقعات الآخرين عن الأفراد وبالتالي لا يصير هناك مشكلة ولا تحدث مشكلة إذا كان هناك توافق وانسجام بين نظرتي لنفسي ونظرة الآخرين لي أما إذا كان هناك اختلاف ما بين نظرتك لنفسك ونظرة الآخرين لك فهناك تحدث النتائج السلبية ويحدث لجوء الإنسان إلى أساليب يعني مثلا إذا كان يحاول دائما يخفي النتائج السلبية دائما يحاول يخفي عيوبه الإنسان دائما يحاول يتقمص شخصية أخرى خلافا لشخصيته وهكذا فنقول باختصار أنه إذا حدث توافق بين نظرتك لنفسك ونظرة الآخرين لك لا يكون هناك مشكلة في التعامل مع الآخرين ولكن إذا مثلا أنت ترى نفسك كريم والآخرين يرونك بخيل فهنا تحاول بقدر الإمكان أن تعكس لهم وفق الفطرة تحاول أن تعكس لهم بأنك كريم وبالتالي تلجأ لما يعرف بأنماط الدفاع أو السلوك الدفاعي ونقول أن أنماط السلوك الدفاعي هي التي يلجأ لها الإنسان عندما يتعرض مفهوم الزات للخطر أي عندما يكون هناك اختلاف بين أنا والذاتي يلجأ إلى صورة من صور أو أنماط السلوك الدفاعي والتي مثل أحلام اليقظة ومثل التبرير مثل الكبت وقيرها أولا أحلام اليقظة تعني أن الإنسان يهرب من الواقع يهرب إلى الخيالات المتعددة والتبرير نقول أنه يحدث عندما يحاول الإنسان إيجاد أسباب ومعازير هي تعتبر منطقية ولكنها إيش غير حقيقية يلجأ الإنسان إلى خلق عزار هذه العزار تعتبر منطقية لكنها لا تعتبر حقيقية الأسلوب الثالث بالإضافة إلى أحلام اليقظة أو التبرير الذي يمكن أن يلجأ له الإنسان ليحافظ على مفهوم الزات هو مفهوم هو الكبت اسلوب الكبت أو نمط الكبت ونمط الكبت فيه يسعى الإنسان إلى حجب المعلومات التي تهدد العقل ولكي يحجب الشعور بالقلق عن العقل الواعي فلا يجعر بالزم ولا يجعر بالإحبار هذا يعرف بالكبت والكبت هو حجب المعلومات يعني لا يعطي كل المعلومات يعطي فقط المعلومات الإيجابية ويحجب المعلومات السلبية الاسلوب الرابع والنمط الرابع من أنماط السلوك الدفاعي هو التعويض والتعويض هو أن يلجأ الإنسان إلى جوانب أخرى غير مطلوبة يعني مثلا طلبت جوانب معينة من هذا الشخص ولا يستطيع أن يقوم بها أو يوفي بها فيلجأ إلى جوانب أخرى يعني مثلا أنا أسألك أقول لك ماذا نعني بمفهوم الزات طوالي تقول أن التعويض يعني كذا باعتبار على الرغم من أن السؤال هو ما هو مفهوم الزات فتلجأ إلى جوانب أخرى غير مطلوبة أن المطلوب هو تعريف مفهوم الزات فتلجأ أنت إلى تعريف التعويض فهنا بكون لجأت إلى جوانب غير مطلوبة لأنك فشلت في الإجابة على الجوانب المطلوبة الأسلوب الخامس من أنماط السلوك الدفاعي هو الغسف والإسقاط والغسف والإسقاط هو أن ينسب شخص مشاكله إلى شخص آخر مثلا في العمل يعني العامل يعني تسأل العامل كمدير تقول له من هو الذي تسبب في إحداث عطل بالماكينة هل أنت يا أحمد تسببت بهذا العطل يقول لك لا خالد هو من تسبب فهنا يسمى قسف المشكلة وإسقاطها على شخص آخر النمط السادس من أنماط السلوك الدفاعي هو الكبت والنمط الثابع هو تشكل رد الفعل وتشكل رد الفعل هو أن يتصرف بشكل مخالف عن طبيعته ومبالق فيه مثال يعني مثلا تقول هذا الشخص بخيل مثلا هذا الشخص بخيل فهو يبالغ في رد الفعل لماذا؟ لكي يثبت لك أنه كريم لكي يثبت لك أنه كريم فهو يبالغ في ردة الفعل حتى يثبت خلاف ما تراه أنت أو ما تظنه عنه فبالتالي هو يحاول يثبت أنه شخص كريم خلافا لما ترى أنت نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة وإلى أن ألقاكم في محاضرة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته